أعلنت شركة شل البريطانية توقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار الشركة البريطانية يأتي تحسباً لتعرض أطقم السفن التجارية للخطر وحدوث تسرب نفطي في المنطقة جراء التهديد المستمر بتعريض السفن النفطية لاحتمالية الاستهداف المباشر كما علقت شركة NYK اليابانية للشاحن مرور جميع سفنها عبر البحر الأحمر مؤقتاً ابتداءاً من اليوم بسبب هجمات الحوثيين وقالت المتحدثة باسم الشركة إنها وجهت سفنها القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة لدراسة تغيير المسار اشتركوا في القناة